لو سمحت أخوي دقيقة الله يخليك هذا مكاني هذا المكان الذوي الإعاقة لو سمحت ممكن تشي سيارتك أنا أخوكم فريق أصدقاء المعاقين سأخالف لكي أرديني القضية مو قضية مخالفة إذا بيأخذ مكاني خلي أخذ يعاقتي إلى جانب شرطة البيئة والداخلية ينضم فريق أصدقاء المعاقين الذي انطلق ابتداء من اليوم لرصد التجاوزات تجاه هذه الفئة والتوعية بحقوقها نشوف وائد انتهاكات حق يعني خصوصيات المعاق منها مثلا نشوفها اللوحة هذه أي أي واحد يعني صاحي وهذا ويوقف ما يفكر أنه يعني المعاق أنه صعب أنه ينزل ويروح الفريق عنده حق في ضبطي القضائية وإعطاء مخالفات لمواقف السيارات الخاصة لذوي العاقة واللي خالف حي فإحنا ودنا بشكل ودي وبشكل إنساني ننبه الناس أن يا جماعة ترى إذا وجود عسكري حي خالف وزاد داخلي حي تخالف ولكن هناك أشخاص عاديين عندهم حق الضبطية القضائية خطوة من شأنها تشكيل قاعدة بيانات للتعاديات وأعداد تقرير للحماية وتوفير فرص متساوية لذوي الاحتياجات اليوم تم تحرير عدة مخالفات وكذلك في مستشفيات دولة الكويت وفي جميع الانتهاكات التي تقع على الأشخاص دول العاقة وليس حصرا على المواقف الخاصة في الأشخاص دول العاقة وإنما جميع الانتهاكات وجميع أوجه القصور التي يتم من الأشخاص المكلفين برعاية الأشخاص دول العاقة في مخالفات تصل مخالفات يتم رفع الإدارة العامة للتحقيقات ويتم التحقيق فيها ومن ثم يرفع إلى المحكمة احترام حقوق ذوي الاحتياجات ومنع الإساءة لهم بكافة أشكالها الهدف من هذه الحملة التي ترتبط بشكل مباشر مع جهات الاختصاص والمؤسسات المعنية بالدولة زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس